اشتركوا في القناة ما تاكل يا فيزو لا أكلي أنت الأول أنا بحب أخلص آخر واحد طب أقولك إيه رأيك نعد واحد اتنين تلاتة ونأكل إحنا الاتنين مع بعض ماشي فكرة حلو لأ قوي واحد اتنين تلاتة أنت تحكت علي وما أكلتش أنت كمان تحكت علي وما أكلتش طب بجد بقى المرات واحد اتنين تلاتة ما لك يا فيزو ده احنا لسه بكلين دونتس وممسطين أنا عايز تاني عايز تاني وفلوشي خلصت ومش عارف أجيب تاني عايز دونتس بالأوريو ودونتس بالمانجا ودونتس بالفانيليا أنا عايز دونتس يا فيزو أنا عارفة أنت قد إيه بتحب دونتس بس أنت النهاردة حالا لسه مخلص واحدة ما ليش دعوان عايز تاني ما صاحبتي فيزو مرة اشترت علبة كان فيها ستة دونتس أنا عايز زيها يا فيزو بدل ما تبص على صاحبتك فيزي أشكر ربنا إن جاتلك فرصة تأكل واحدة النهاردة في ناس كتير قوي نفسها في واحدة ومش بتقتر لازم دايما نشكر على كل حاجة عندنا وكل حاجة أخدناها وكل حاجة حصلت لنا أنا ممكن الحاجة اللي عندي تكون حلمة كبير للناس اللي حوالي أيوا يا إنوشة بس ناس اللي بتشكر دي بيكون عندها حاجات كتير عندها لعب كتير وألوان كتير ولبس شكله حل لكن أنا ما عنديش حاجات كتير منفعش أشكر زي يومي لأ يا فيزو مش عرض يكون عندي كتير أو قليل أنا لازم أشكر سواء على الحاجات الكبيرة أو الحاجات الصغيرة في حاجات كتير قوي أنا مش هو خبالي منها بس أنا بصراحة يا إنوشة بتغاز لما بلاقي حد عنده حاجات أحلى مني طب ما تقولي كده حاجة من الحاجات اللي بتغيذك دول كتير قوي مثلا فيزي عندها استيكات كنسح القلم الجاف والزيزي عندها استيكرز تعمر ريحة فراولة جيت كمان عنده بلاي ستيشن فيها في فراينتين أنا عندي فكرة إيه رأيك يا فيزو؟ المرة الجاية لما تشوفهم تقولهم إنها حلوة قوي وإنها فعلا عقبك بس تكون بتقولهم كده من قلبك وفعلا تكون فرحان علشانهم علشان هتلاقي إن قلبك أنت كمان فرحان ومش هتركز إن الحاجة دي مش عندك فإنه أنت كمان عندك حاجات تانية حلوة كتير بس بايا فيزو أنا عندي فكرة حلوة قوي أنا معايا ورقة وقلم وهنكتب حاجات نشكر ربنا عليها ونحطها في برطمان هنسميه برطمان الشكر كل لما أفتكر حاجة حلوة هكتبها واشكر عليها ها تقدر تفتكر حاجات عايز تشكر ربنا عليها؟ طيب خليني أفكر هشكر ربنا على دونتس بالشوكولاتة من فوق ومحشية كريمة من جوه دونتس بالشوكولاتة من فوق ومحشية كتا ايه فيزو؟ كريمة من جوه ومحشية كريمة ها عايز تشكر ربنا علي ايه تاني؟ هشكر كمان على عامة حميس بواب المدرسة عشان كلها بدخل بيقولي فيزو لديزو فيزو لديزو بواب المدرسة بيقولك فيزو لديزو كيف هي كده؟ نا في حاجة تانية هم هشكر كمان على عامة فيزو عشان يابلي أمل في خالق ألواني كل دي حاجات يا فيزو؟ طب لو قلتلك أكتر حاجة عايز تشكر ربنا عليها ايه أكتر حاجة فطول؟ طبعا الرب يسوع لشان ادني كل الحاجات الحلوة دي ايوة فعلا عندك حق يا فيزو انوشة 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 انا مش عارف في ايه بس انا حس اني انا فرحان جدا حتى انا بص على محلة دوناتس مش معاي اجيب بس انا برضو فرحان وانا لما باشكر بفرح كده؟ انت كده عرفت السري يا فيزو القلب اللي بيشكر دايما فرحان كل لما افتكر حاجة اروح بسرعة واشكر هلاقي ان انا دايما فرحان وبقلبي بيفرح اكتر واكتر لان الفرح بيجي من الشكر للرب يسوع طيب انا كمان هشكر على الدوناتس اللي هقدر اجيبها الاسبوع الجاي بس المرة الجاية هجيبها على شكل قلب محشية فراولة وكريمة من جوه ولا هجيبها بالشوكولاتة؟ بفكر الفراولة ومحشية كريمة من جوه هتبقى احلى موسيقى ليه بتتدمر على دروسك وشغلك؟ ليه مش عبك لا لبسك ولا شغلك؟ ليه بتنسى تشكروا على سرح طب وعلى كل شر بيبعدوا عنك مش كل ربك على كل اللي عندك مش كل ربك على كل اللي عندك على شال اللي عندك كلم كبير لنفسك مش كل ربك على كل اللي عندك كيف تتزمر على أكلك ويشربك لي دايماً بيتك ويلي مش عندك لازم تتعلم إنسى تشكر ربك وعاة تنسى خير اللي بيبتلوا لك اشكر ربك على كل اللي عندك اشكر ربك على كل اللي عندك على شان اللي عندك مني تتعلم إنسى تشكر ربك على كل اللي عندك ليك تتزمر على ماما ويبابا لي مش عكبت أي كلمة يقولوها لازم تتعلم إنسى تتعلم إنسى تشكر ربك على كل اللي عندك تشكر ربك على كل اللي عندك على شان اللي عندك حلمك كل ما تتزير تشكر ربك على كل اللي عندك لازم تتعلم إنسى تشكر ربك على كل اللي عندك تشكر ربك على كل اللي عندك تشكر ربك على كل اللي عندك لازم تتعلم إنسى تشكر ربك على كل اللي عندك اشتركوا في القناة